في أول انخفاض منذ منتصف عام 2022 تراجعت صادرات الصين إلى روسيا خلال شهر مارس الماضي وصدى تهديدات أمريكية متزايدة بالانتقام من بكين إذا ساعدت منتجاتها موسكو في عملياتها العسكرية بأوكرانيا وانخفضت صادرات الصين إلى روسيا بنسبة 16% فالوقت الذي تواجه فيه موسكو صعوبة متزايدة في المدفوعات الدولية بشكل عام واستخطر متزايد من فرض عقوبات ثانوية أمريكية على البنوك والشركات المتهمة بمساعدة روسيا كانت التجارة بين روسيا والصين قد سجلت رقما قياسيا بلغ 240 مليار دولار خلال العام الماضي مدفوعة بواردات الصين من النفط الروسي وصدرات السيارات والمعدات الصناعية والإلكترونيات في الوقت نفسه أكد بنك روسيا المركزي أن إجمالي ما استوردته روسيا في مارس تقلص بنسبة 18% مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي في حين قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو بكين اتفقت على العمل على التصدي المزدوج للولايات المتحدة وحلفائها وخلال زيارة لوزيرة الخزانة الأمريكية جون تيالن إلى الصين الأسبوع الماضي حضرت يلم منع وقب وخيمة على البنوك والمصدرين الصينيين إذا عززوا القدرة العسكرية الروسية قائلة أنهم سيعرضون أنفسهم لخطر العقوبة الأمريكية إذا فعلوا ذلك وفي استجابة صينية بدأت البنوك في بكين منع المدفوعات من الشركات الروسية التي تشتري مكونات للتجميع الإلكتروني خلال شهر مارس